السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا المباحثات السلاسية بين أحزاب الاس بي دي والاف دي بي والغرونن مستمرة اليوم أيضا بشكل مكسف وإن المواضيع الرئيسية اللي عبيتم التباحث والنقاش حوله مواضيع المال والضرائب والرواتب والديون الدولي إذن هاي من المواضيع الاقتصادية المهمة اللي عبيتم نقاشها ولكن هناك موضوع آخر الآن عبيتم نقاشه في الإعلام الألمانية وهو موضوع شرعنة استخدام كميات قليلة أو افتتاح محلات تسمح ببيع الكنابس يعني الحشيش في ألمانيا بشكل مشابه لهولندا هذه إحدى المواضيع أيضا اللي بتمنقاشها في ألمانيا في السنوات الماضية رح نشوف الآن رأي الأحزاب السلاسية بهذا الموضوع وأيضا الانتقادات الموجهة لهالموضوع الفكرة هي أن حزب الـ FDP والخضر هنا مع شرعنة استخدام كميات قليلة من الكنابس يعني الحشيش يعني مادة الحشيش أن يتم بيعها بشكل نظامي في محلات متخصصة تحصل على رخصة بدلا من شرائها في السوق السوداء نعرف يعني في ألمانيا أحيانا مثلا في مناطق حوالي البانهوف كذا في تجار يعني بيبيعوها بيبيعوا عدة جرامات وهالأشياء دائما بالأسود طبعا وبشكل غير شرعي وغير قانوني فالفكرة هي أن يتم إنشاء محلات يتم يعطاؤهم رخص يتم من خلالها بيع هذه المادة بشكل مرخص حزب الـ FDP والغونن هنن مع شرعنة بيع هذه المادة بهالشكل بينما حزب الـ SPD هو مع أن يتم البدء بمشروع رائد يعني لتجربة هذا الموضوع يعني موديل بخيكت يتم من خلالها تجربة هذا الموضوع ربما يعدت محلات في عدة مدن ألمانية وبعدها ربما حسب نتائج هذه التجربة يتم أخذ القرار بالسماح بذلك أو عدم السماح به ما هي الأسباب التي تدعو هذه الأحزاب إلى موضوع شرعنة بيع مادة الحشيش هذه بهذا الشكل في ألمانيا الأسباب الرئيسية التي يتم ذكرها هي أولا تخفيف الضغط عن جهاز الشرطة يعني في كتير من الناس هنا يعني بتشرب سيجارة منهم جرام جرامين فباعتبار أن هذا الموضوع أيضا عبي يشغل الجهاز الشرطة الألمانية لأنه يعني غير مسموح به قانونيا عبي يشغل جهاز الشرطة بشكل كتير كبير إذن لتخفيف العبء عن جهاز الشرطة بشكل عام في ألمانيا والنقطة الثانية أيضا المهمة جدا هو ردم السوق السوداء المرتبطة بهذه المادة بمعنى أنه منعرف أنه بشكل غير شرعي بشكل غير قانوني تتجار المخدرات عن طريق شباب صغر ببيعوا هاي المادة يعني في ألمانيا في مراكز المدن بشكل خاص يعني في ألمانيا فلردم السوق السوداء وبيع هذه المادة بطريقة غير شرعية أحيانا حتى بتكون ذات جودة سيئة مثلا أو الوزن غير صحيح تحكم بالأسعار لأنه في ناس مدمينة مثلا مضطر دائما تشتري إذن هاي إحدى الأسباب اللي عبتم ذكرها لسبب يعني التفكير بشرعانة هذه المادة الانتقاد الحاد لهذا الموضوع جاء الآن من نقابة الشرطة نفسها ورئيس النقابة الذي انتقد أي محاولة للتفكير بشرعانة استخدام مادة الحشيش في ألمانيا بهذا الشكل وقال أن هذا سيؤدي إلى يعني مشكلتين رئيسيتين المشكلة الأولى هي مشاكل اجتماعية مرتبطة بهذا الموضوع وأيضا مشكلة الإدمان يعني العديد من الناس مدمنة على هذه المادة وشرعانة هذه المادة قد سيؤدي مثلا إلى حدوث حوادث بشكل أكبر السيارات نحن عنا مشكلة الآن هي في مادة الألكوهول أيضا الخمر يعني اللي كثير من الناس بتعمل حوادث بتكون يعني شربانة وعب تشرب سيارة فننضيف لسه مادة أخرى أيضا خطيرة يعني مع بيتم تقدير مدى خطر يعني حتى هي تعتبر مادة مخدرة يعني الحشيش وبالتالي هذا سيؤدي أيضا إلى مشاكل اجتماعية وأيضا ربما زيادة الحوادث السيارات فالشرطة جهاز الشرطة نفسه أو رئيس نقابة الشرطة في ألمانيا هو ضد شرعانة هذه المادة ننتقل لأنا الموضوع التالي بشكل يومي عب تلاحظوا يعني حتى في فيديوهاتنا لأنه الأعلام الألماني بشكل يومي عب يناقش هالموضوع اللي هو زيادة الأسعار زيادة أو ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا زيادة أسعار المواد الاستهلاكية الوقود الغاز الكهرباء كل الأشياء عم تشوفها بشكل يومي الآن حسب آخر إحصائية أيضا للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا زيادة نسبة أسعار المواد لتجار الجملة اللي بشكله حلقة الوصل بين المصنعين وبين المستهلك النهائي نحن فأيضا أسعار الجملة للمواد المختلفة ارتفعت في ألمانيا الآن إلى رقم قياسي قدره أو ازدادت إلى رقم يعني قياسي قدره 13.2% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وهي تعتبر أعلى النسبة في زيادة أسعار المواد يعني لتجار الجملة منذ عام 1974 اللي بتم وصف هذا العام هو بعام أزمة البترول في أوروبا ووقتها كانت أعلى النسبة فقط بـ 13.3% الآن نحن نتحدث عن زيادة قدره 13.2% الزيادة في الأسعار مرتبطة بشكل رئيسي بزيادة أسعار مشتقات البترول وأيضا المعادن في ألمانيا طيب بالنسبة لتجار الجملة ازدادت أسعار المنتجات المعدنية والمصنعة بشكل أولي أيضا بنسبة 62.8% وازدادت أيضا مشتقات البترول لنسبة أسعارها بقدر 42.3% وأيضا بعض المواد يعني الأخرى الألتماتيغيال والغيسي شطفنة المواد الزائدة كمان بنسبة 84.6% بالنسبة للغوش نت هولتس يعني أيضا الأخشاب الغير مصنعة وأيضا المصنعة يعني ارتفعت نسبتها أيضا بـ 54.6% وكذلك الحبوب والغوت هباك يعني كذلك التبغ والزاد كوت أيضا البزور وأيضا الفتا مثل الأعلاف ازدادت أسعارها بنسبة 23.9% إذن هناك يعني ازدياد كبير في أسعار كل هالمواد عم نشوفها وهو ما أدى طبعا عم نشوف نسبة تضخم في ألمانيا كانت 4.1% لأن آخر إحصائية فعب تزداد أسعار المواد نعم بشكل عام وبهذه النسبة وبهذه الأرقام يعني فمن المتوقع أيضا طبعا أن المستهلك النهاية هدول أسعار تجار الجملة طبعا أنهم تشكلوا حلقة الوصل يعني وبعدها لاستهلاك النهاي المستهلك لأنه أكيد رح نشهد أيضا ارتفاع في أسعار المواد وهو الشيء اللي عم نشوفه نحن بشكل يومي الآن أيضا بشكل يومي علما أنه كان أيضا رئيس البنك المركزي الألماني توقع أن تصل حتى نسبة التضخم في ألمانيا إلى 5% حتى نهاية هذا العام ننتقل الآن إلى موضوع أيضا حزين جدا وهو فقدان طفلة اسمايوليا عمر 8 سنوات على الحدود الألمانية الشيكية الإعلام الألماني منشغل والشرطة وكل الأجهزة يعني في البحث عنها منذ يوم الأحد اختفت في أثناء رحلة جوالية مع أهلها الأهل كانوا أخذين معهم ولادهم الثنين بنتهم وابنهم وابن أخوهم أيضا كمان على يعني تجول في الغابة بتعرفوا بألمانيا كل ياتنا منطلع من دور منتمشى في الغابات يعني دولة جميلة جدا فعلى الحدود اللي بيان مع الشيك هناك فقدوا الأهل الأولاد من مرمى النظر يعني فقدوهم يعني الولاد راحوا بقعدوا شوي عن الأهل فما عدوا يقدروا يشوفوهم لما بحثوا عنهم طبعا لاقوا ابنهم ولاقوا ابن أخوهم بس بنتهم ما لقوا عمر 8 سنوات على ما يبدو أنه أضلت الطريق يعني وضاعد في الغابة بحثوا عننا بشكل هستيري يعني وبشكل كتير كبير تم إبلاغ أجهزة الشرطة أجدت الشرطة أجدت الأطفائية عبيتم البحث عننا صلى يومين ثلاثة ولم يتم إيجاد أي أثر لها لحد الآن لا توجد أي مؤشرات على وجود شيء آخر مثلا خطف أو أي عمل تاني يعني هو فقط مجرد أنه ضاعد في الغابة بهذا الشكل الغريب والعجيب غابة كسيفة جدا وانحدرات قوية جدا طبعا عبيتم البحث عننا بالهليكوبترات وبالكاميرات الحرارية كذلك وباستخدام الكلاب البوليسية وتتبع الأثر وعب يجتمعوا طبعا أعداد كبيرة من الشرطة والأطفائية وعب يمشوا بالغابة خطوة بخطوة ومتر بمتر ومع ذلك لحد الآن لم يتم إيجاد أي أثر لها طبعا الأهل في حالة نفسية صعبة جدا عبيتم يعني الإشراف عليهم ومساعدتهم قبل أطباء نفسيين فقدوا بنتهم بهذا الشكل يعني الغريب فهذا أيضا كمان يعني تنبيه لأنا كلياتنا أنه الأهالي اللي عندهم أولاد ينتبهوا كتير على أولادهم ما تفقدوا يعني الكنتاكت يعني زيش تكنتاكت مع أولادكم دائما يزكونوا تحت عينكم في ألمانيا سواء في البحيرات أنه في الأنهار بهالمناطق في الغابات دائما خلي أولادكم تحت نظركم تبهون هالقصة مع الأسف ملأوا لحد الآن وعب يتم البحث عنه بشكل مكسف لا يزال ننتقل الآن للموضوع التالي وهو موضوع مطار برلين المطار اللي له يعني تاريخ طويل كان حتى يتم افتتاحه يعني عدة سنوات طال عملية البناء فيه وكان في مشاكل فيه في البناء وكلف عموال طائلة جدا الآن دعي شركة الفتنزع في المطار بعد أحداث ساعة البوخنيند يعني وتأخر العديد من الناس وعدم قدرتهم على اللحاق بطائرتهم بسبب الازدحام الشديد الازدحام الشديد اللي أدى إلى أنه لما مسلم الشناتي ومنعدي بالزيشة هيتشيك يعني كمان في الفحص الأمني وكل الأشياء عبي ياخد وقت كتير كبير وفي ضغط كتير كبير على المطار فبعض الناس حتى ما قدرت تلحق بطيارتها وراحت عليها الطيارة فعبي يحذر الآن المطار وأيضا شركة لوفتنزع الناس يعني تنبيه لكل ناس الحاجزة في هالمطار ومسافرة القدوم إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الطيران قبل الرحلة عادة يعني بنعرف كلياتنا كل شخص فينا قبل ما يطلع المطار يعني بيطلع قبل بساعتين تقريبا مفروض دايك وقت يكونوا كافي ولكن بسبب الضغط الشديد أيضا وعطلة بدأ عطلة الخريف وسفر العديد من الناس يعني عبر هذا المطار أدى إلى ازدحام شديد وكبير جدا في هالمطار قدرت المطار أيضا على يعني 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 عندهم 12 بوابه فقط أيضا هذا ساهم علما أنه يعني زادوا من عدد المنظفين والعاملين لأيضا تخفيف الضغط وهذا الازدحام ولكن النقطة المهمة أنه كل شخص فيكم بتابعنا أيضا إذا حاجزين على مطار برلين عندكم سفر تروحوا قبل بوقت يعني بكبير أقل شيء أربع ساعات إلى المطار مشان ما تروح عليكم الطيارة وهيك بنكون عملنا جولة على هم الأنباء من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر